هنروح لرفع الأسقال في البطولة البارالنبية اللي بتتلاقي في توكيو 2020 دلوقتي أو 2021 وقصة نجاح كبيرة جداً ست مديليات بارالنبية حققها رفع الأسقال حاجة لم ولن يعني ما شفتاش قبل كده في أي اتحاد مصر حققت أربع فضيات وبرجنيتين في ثلاثة أيام بالظبط أول ما حققنا فضيتنا عن طريق شريف عثمان ورحاب ردوان وما حققنا فضيتنا عن طريق محمود صبري وعطية والأسطورة فاطمة عمر محمد صبري عطية والأسطورة فاطمة عمر واللي كانت ضيفة حلقتنا هنا فاطمة عمر كانت ضيفة حلقتنا هنا في عيد الأم لو تفتكروا وقالت انها ترفع اسمه مصر في اللومبيات وصدقت في وعدها متشكرين يا فاطمة وعايز اقول ان فاطمة عمر هي اعظم رياضي انجابته مصر انا بقولي الكلام ده وعلى مسئوليتي فاطمة عمر هي اعظم هتقولي سورتها يا جماعة بعد اذنكم فاطمة عمر اعظم رياضية انجابتها مصر على مرة تاريخ رياضي او رياضية ست مديليات اولمبية على مدار تاريخها ومشاركتها فاطمة عمر قصة نجاح واتكرمت تكريم كبير جدا في الدولة المصرية فاطمة عمر تاني اعظم رياضية جات في تاريخ مصر كله ست مديليات اولمبية بدايتها كانت 2000 سيدني 2000 وبعد 21 سنة بتنجح تاخد مديليا اولمبية تاني العالم كله بيقى في احترام واجلال لفاطمة عمر فاطمة عمر تحدد التحدي نفسه عشان كده اللي بقول نقدر نقدر وان شاء الله هتبقى معنا بإذن الله معنا اكيد بعد ما ترجع بالسلامة بقول لكم اول مديليا 2000 سيدني 2000 وكانت معنا هنا في حلقة عيني الام واحتفلنا بيها وكان لنا رؤية ان دي اعظم رياضية فعلا واهالة يا جماعة بقعدكم هجيب مديليا وهي ام لطفلين تقريبا لبنتين اه بنتين كبار مش طفلين يعني يعني اصدى اقول لكم ان هي ام ولعبة وبطلة واعظم رياضية انجابتها مصر في مجال الرياضة كله ست مديليات اولمبية من 2000 لغاية 2021 واحد وعشرين سنة يا فاطمة بجيب مديليات لمصر كل التقدير ليك ونرفع لك القبعة ونحييك ونربط على ايدك وسيظل التاريخ يذكرك بكل خير وكمان يعني عايز اقول انه كان فيه برونزية كان فيه اتنين برونزية كمان محمد صبحي وهاني عبدالهادي دي كانت من النهاردة من ساعات يعني من كم ساعة كل ده في رافع الاسقال عندنا بكرة تلات لعبين هيلعب ومنتظر برضو نجيب مديليات عشان جده اقول لكم ابطالنا البلدانبيين وشوفنا حمدته وقدي كل العالم كله عندك نوفاك حطوا صورته على صفحته باو جزول تنس باو جزول الكورت السلة حط صفحته اتحاد اللجنة الانبياء الدولية حمدته ابهر العالم بعزمته المصري يا جماعة المصري الانسان المصري جناتنا احنا ابطال احنا نستطيع ان احنا نتسايد العالم في الرياضة بس نؤمن بدا ونشتغل على ده ولو سمحت اللي مش شايف في نفسه القدرة انه يقدر يحقق ده يسيب الساحة ويدلي الفرصة لغيره يا جماعة انا بقول الكلام ده يا ريت الناس تسمعني انا كرجل مسؤول لقيت نفسي مش قادر احقق ده مش عيب دي كلها مناصب تطوعية دي مناصب تطوعية لانا تقضي عليها اي اجر كل واحد بيقدر يخش عشان يخدم بلده لقيت نفسي مش قادر ان انا او فكري ما ممشاش او حاجة بعد اذن حضرتك بعد اذن معاليك سيب الساحة سيب الساحة لغيرك يجرب الموضوع مش حكرة على اشخاص يا جماعة امتى نشوف اتحادي يقول يا جماعة والله يا جماعة انا اشتغلت واللاسف لا موفق فبدعوا الناس تخش مكاني تجرب ده مناصب تطوعية يا جماعة مش حكرة على حد مش لازم اشيلك شيل من الكرسي يا جماعة الموضوع ده مهم جدا لازم اللي مش هيقدر يساعد لعبنا ولعبتنا انه يقدر كده يقول يا جماعة خلاص انا سيب الساحة البعدي لان طبعا الرياضة تستحق احنا بلد عظيمة جدا شكرا اشتركوا في القناة